في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات وبعد أن أراد لها الإرهاب التكثيري أن تكون أم الخريف الدائم انتخى العراقيون ولبوا النداء وهبوا خفافاً وأضافوا إليها ربيعاً ثالثاً هو ربيع النصر الدائم أم الربيعين نينو العراق موصل الوصل بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر الحدباء التي تقعر أعداؤها أمام عظمتها على مر العصور وعلى حين غره استطاع داعش الإرهابي أن يجد له ثغرة نفذ منها كالشيطان فاحتلها وحين ظن العالم أن العراقيين سيحتاجون إلى عشرات السنين لتحريرها من قبضة التنظيم التكثيري الداعشي الذي احتلها ومناطق واسعة في وسط وغرب العراق في سويعات قليلة وكما كانوا ولا يزالون وسيبقون ما بقي الإنسان والأرض والسماء سطر العراقيون ملحمة النصر العظيم لتحرير الموصل كما سطروا الملاحم والبطولات ومعارك التحرير التي وثقها التاريخ على مر العصور الدمار سيزول وسيصبح من الماضي والإعمار سيناطح السماء والشهداء في عليين عند خالقهم كل شيء سيعود أفضل من ذي قبل طالما وجباه العراقيين مرفوعة وقاماتهم لا تنحني إلا لخالقها أما الخزي والعار والخذلان فمؤكد سيلازم كل من يريد بالعراق والعراقيين السوء فبعد أن أضاف العراقيون إلى أم الربيع عين ربيع النصر الموصليون في انتظار ربيع الإعمار